ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر وإذا أردتم توسل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة تديلي دائما إلهام شانيل إن شاء الله ستكونوا بخير للأخير ستكونوا فرحانين ستكونوا نشطين ستكونوا مورد لكم مزينة والتمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة تديلي دائما إلهام شانيل لفيديو دي اليوم ستكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا لتبييد البشرة في شهر رمضة المبارك سعيد بواسطة الخيار السحري لتبييد البشرة والتخلص من البقعة الدكينة نمشوا الكلف كي أعطيها لمعان كينين بزفت الفوائد في الخيار لبنات لا تعد ولا تحصى ومن خلال هذا الفيديو أكيد نغتال من فرصة ونقول لكم رمضان مبارك سعيد يناد عليكم بصحيحة ولهنا وبشمت منات كل سيدة وكل حبيبة في القلب ديالها ولا في الخطر ديالها إن شاء الله وبإذن الله كذلك فهذا الوصفة هذه بحكم رمضان المبارك السعيد قلت علش لما نبغتاجيش معكم وصفة اللي سبقى وتعملوها يوميا يعني في شهر رمضان المبارك السعيد باش تحصلوا إن شاء الله على بشرة مشرقة فيها حيوية لأنه في رمضان كان نحاولون بعده يعني لماكسيموم على المواد الكيموية وعلى المكياج أكيد بصفة نهائية لأنه المكياج هو كيخرب البشرة يعني حتى في الأيام العادية يعني في مبالوك في رمضان ولا في أيام أخرى فهذا الوصفة هذه سهلة مهلا وهي وصفة طبيعية بمتياز بدون اللجوء كما سبق لي وذكرات المواد الكيموية اللي ستقدر تسبب لكم انتهابات وتدركوا في البشرة فكنتم نتجربوها من خلال هذا الشهر المبارك السعيد أي شهر رمضان وتعطيونا تعليقات والقتراحات والاستفسارات في لكم وضع ولا فخانت التعليقات أكيد على الرسل العين وبعد ما تجربوها أو لا تجربوا أي وصفة طبيعية كانت مقدمة لكم دائما مطارا في القناة ديالي إلهام شنال خلوا لينا الوصفة كيف أجدتكم وش عجبتكم وما عجبتكم شو كل هاد الأشياء كان أحب بها على راسي وعيني كما كان قولو على بركة الله الآن غادين مروا لمكونات هاد الوصفة من بعد مشيوا لطريقة التحضير ومن بعد مشيوا لطريقة الاستعمال وعلى بركة الله هادينا بدأ بأول مكون اللي هو الخيار هو المكون الرئيسي معنا في هاد الوصفة اللي هو عسير الخيار طين كما شفتوا أخذت الخيار ديالي وقطعته دي موقسه وحاولت أنني نخلط الكل في الخلات الكهربائي وضفت لهم شوية ديال ما تكشي علش كتشوفوا الخيار ما جاش يعني في اللون دياله الأخضر الغامق يعني جاش ويا باهت عندما الحاجة اللي تناسبكم عملوها إما حكوه وعسروه يكون أفضل ويكون أحسن بلا ما تضيفوا له الماء كما استعملت أنا يعني لو شوية كيبقى لجعلكم وخات استعملوا له الماء كيبقوا المزاية دياله ونفوائد دياله ولكن غيكون أفضل و أحسن إلا ما استعملتوش له الماء وحكيتو وعسرتوه إما بليباموس إما بليادين ديالكم المهم يخرج لكم الماء صافي ديال الخيار ممكن تلجؤوا أيضا حتى الزيت ديال الخيار إلا عندكم ولا لم توفر عندكم حتى هو زوين راكين في الصيدلية كيبقى عجببونس بشي ثلاثة وخمسين درهم مفيد جدا حتى هو لي على البشرة و هناك ما شفتو ره باقين دي مغصو ديال الخيار هانتوما يعني ما طحنتش لي طحنة المولينيكس ديالي يعني لكل خلتلي بعض اللي مغصو و أنا تعمدت أنني منعاودهم مش تاني يعني خليتهم مش مشي مشكل في الوصفة أكيد هذا هو أول مكون اللي هو عسير الخيار بالنسبة الثاني مكون اللي هو الكركم أو الخركم البلدي هذا الكركم هدا بزاف سيدات غلي تسولوني عليه هو كركم الأكل وليس كركم الجمال نهائيا لأنه بزاف سيدات يقولوا لي واش الكركم اللي استعملتي في هاد الوصفة هو كركم الطبخ أو كركم الجمال لأنه كان يجوش الأنواع بنسبة السيدات لي ما عارفينش كان واحد الكركم كيتبه عند العشاب ولا عند العطار مختص يعني في الجمال بصفة عامة يستعملوه للنس للبشرة يستعملوه للجسم للشعر وما كيخليش ذوك المواد الكيماوية الصفر اللي يبقى في اليدين يعني ما كيخليش ذلك السبرة الكيماوية عكس الكركم ديالأكل كيخلي يعني سبا لأنه اللي استعملنا في المرقة استعملنا في بزاف بزاف شيوات المغربية كيخلي لنا ذاك اللي تخص صفر في اليدين دينا في الأصابيع دينا بالنسبة للكوركم ديال الجمال ما كيخليش هاد لاتخاس هادا ولكن كيجوني بجوجهم بحال بحال يعني انا شخصيا استعملت كوركم للجمال يعني شي تخوفوه فقط يعني ما حاولش نستعملو بزاف كان استعمل غير كل كوركم ديال يعني الطبخ يعنو كالقاه في الكوزينة ديالي فين ما مشيت كالقاه فين ما مشيت كان طيب بيه فهو اللي كان استعمل بالنسبة لكونتتي ديال كوركم فا استعملت لتا ديال المعالق صغار ديال الكوركم فقط نونك هاد شي اللي كيلبنات هاد هما المكونات اللي معنا في هاد الوصفة اللي هما الكوركم والعسير ديال الخيار ممكن تعويضه بزيت الخيار ايضا لو شوك يبقى راجع لكم دائما وابدا على بركتي الله الان غادي نمرو لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال بعد ما تعرفنا على مكونات هاد الوصفة السحرية بامتياز لكننا غادي نحاول ناخد العسار ديال الخيار وخلط كل هاد المكونات بواسطة الملعقة ديالي مسبة لكم رائع جدا لبنات للبشاركي حيلينا ذو كتسبوغات كي خلي البشارة في حيوية فيها إشراقة رائع جداً 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 البشرة نضيف عصير الخيار نحن نخلط جيداً لكي يشرب أي سائل نحن نخلط المكونات مع بعضهم جيداً مراراً وتكراراً كما نقول نحن نخلط سائل نحن نبعاً الاخير نضيف مكسفة لن أحسن لا يمكن مصدر لكي تستفيدوا الوصفة السحرية يجب أن ترميه في أي وصفة في مكان النوعي تحتفظ بهم و تدوز بهم عاد من بعد ترميهم موسيقى نعم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اصبحت لي وصفة سائلة كما تشاهدون لا تركتها عقدة منذ معينكم ميزانكم الوصفة لعجبتكم تخليوها عقدة تخليوها سائلة الوصفة لا تدار لكم لديكم فرشات مخصصة لوضع الوصفات الطبيعية على البشرة الوجه اخذوها ومن بعد تغطسوها في الوصفة اعدوزوها على البشرة وحاولوزو خمس طبقات او اربع طبقات باش الوصفة يالله يالله تكون في البشرة ديلكم وتنجح معاكم مزيان خليتوها اقضى فاكيد رالو شو بينو واضح هو انكم تخذو الوصفة باليدين ديلكم بعد تطبيوها وتخلي واحدها تنشوف واحد المدة ديال 15 دقيقة حتلت ولو تساعلو ماكسيموم اي 20 دقيقة منو راه نقصلو البشرة الوجه ديالنا عادي بالماء الدافئ والصابون او الغسول اللي كيكون مخصص على حسب نوعية البشرة والجافة دهنية حساسة او بشرة عادية بعدما نخليو ذاك الغسول يعني في البشرة الوجه ديالنا ونغسلو نحاولو نفركم زيان باش ما يبقوش لنا اللي تخاصصو فر كيما سبق لي وذكرت او الابقو لنا مثلا يعني بغي اكزومبل غادينا اخدو قطع قطن مباللة اما بالزيس ديال الورد اما بالماء ديال الورد سوان كان اللون ديالو يعني في الابيض او اللون ديالو باللون الغزان ديال لانو كن يجيش الانواع فالمهم هو ناخدو لما ديال الورد ولا زيت الورد وحاولو نطباو به ذاك القطع القطن ونبعد ندهنو به البشرة الوجه ديالنا سيحسو ذاك القطع قطن كلها شربت لكم ذاك الاسفرار اللي كانت في البشرة الى بقاليكم الاسفرار ما بقاش لكم راها اكيد ما غاديش تحاولو تستعملو هاد الخطوه هادي هاتشيك فقط كنغولو اللبنات اللي كيبقاليهم الاسفرار لانو بزافت سيدات كيتشكوا يعني من ذاك الاسفرار ديال البشرة ويقولوا لي شنو الحل واش غاديبقى في البشرة ايام او ايام لالبنات راها ما كيفوتش قاع نص ساعة ويبقى في البشرة وكيزول تدريجيا فما تخافوش منو نهائيا لانو الكوركم ديال الاكل فاش كانتبخوا فيه يعني كانتبخوا به المرقة المغربية مثلا وللأكلات الاخرين فالاصابع ديالنا كي ياخدوا ذاك الاسفرار وكيمشي تدريجيا يعني مني كان نغسلوه ديالنا ولكن بنغسلوه الميعنات ديالنا فكيمشي تدريجيا يعني بلا ما نحاولوا اننا نعملوا له شيء حيا اللي هما كبار او لهذا فهذا الشي اللي كيبنات بخصوص هاد الوصفة هاد الوصفة كان نصح بها مرة واحدة في اليوم لمدة شهر رمضان بالكامل اللي بغيتو وصفة نجحة بامتياز ان شاء الله في وصفة خلينا نعطيكم وصفات اللي يعني اللي يكونوا مخصصين لشهر رمضان المبارك السعيد ونغتلن فرصة لتاني مرة ونقول لكم رمضان مبارك سعيد ينعد عليكم بصحة حول هنا وباش ما تمنات كل سيدة ان شاء الله في الخطر ديالي لانه بزاوة سيدات كي يقولوا اللي يدعي معنا فدعواتي لكم هي انه كل سيدة في امنية ديالها يعني كما كانت الامنية ديالها اكيد المهم هي تكون امنية مزيانة وامنية اكيد شريفة فنعاد عليها ان شاء الله بذك الشي اللي بغات وبصحيح حوله هنا اهم شيء صرحت الله هو صحة ورحت البال فشكرا لكم على حسن المتابعة ديالكم لهذا الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك اشترككم للقناة سابعونا على مواقع التواصل الجماعي ونقول لكم نشوفكم ان شاء الله في الوخشين فيديو اخليت لكم مرة حول هنا وبسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة